بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من ظين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبزناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تزر من شيء أتت عليه إلا جعلتك الرميم وفي سمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استضاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوع من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون ولأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نزير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نزير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم ضاوون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يدعمون إن الله والرزاق زل قوة المتين فإن للذين ظلموا زنوبا مثل زنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوين للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والدور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والصغف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فبيل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يضاعون إلى نار جهنم داعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبسرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكين على صرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب الرهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لون فيها ولا تأسيم ويضوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم ضاوون أم يقولون تغوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيدرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مورم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقضا يقولوا ساحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يوني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا إدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينضغ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى زومره فاستوى وهو بالأفق الأعلى سمدنا فتدلى فكان قاب غوسين أو أدنى فوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما ضغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات السالسة الأخرى ألكم الزكر وله الأنسى تلك إذا قسمة طيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يوني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو علم بمن ضل عن سبيله وهو علم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأت الذي تولى وأعضى قليلا وأكتى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سنف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وسمود فما أبغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَدَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاَعْبُدُوا سَجْدَةَ وَاَرْبُوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمير وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقير ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجار حكمة بالغة فماتون النزر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشير مهدعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوحي فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواحي ودسور تجيب أعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية فهل من متكير فكيف كان عذابي ونزور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكير كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزور إنها أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمير تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قاعير فكيف كان عذابي ونزور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكير كذبت سمود بالنزور فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون عذابا من الكذاب الأشير إنا مرسلون الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختضار فنادوا صاحبهم فتعاضى فعقار فكيف كان عذابي ونزور إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المختضير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكير كذبت قوم لود من نزور فزوقوا عذابي ونزور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكير ولقد جاء آل فرعون النزور كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم زوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر فما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من متكير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستضر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تذغن في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمام والحبز العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبغى وجه ربك زلز الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها السغلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استضعت من تنفذ من أقدار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يضوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بضائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يضمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياغوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مغصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبغري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وبعت الواقعة ليس لوبعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا سلاسة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المغربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين يضوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم ضير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وظلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقضوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الخنس العظيم وكانوا يقولون فمالئون منها البضون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمسالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه غضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أغسم بمواقع النجوم فإنه لغسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المظهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مضهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المغربين فروحوا ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباضي وهو بكل شيء عليم هو الذي خلب السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض ولله ميراس السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يغرض الله قردا حسنى فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضعوا للذين آمنوا نظرونا والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باضنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العزاب ينادونه ملمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني الذين آمنوا أن نخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقيلون إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰيكَ هُمْ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أسحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد كمسل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فاضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفاضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتها النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم غفينا على آسارهم برسلنا وغفينا بعيس بن مريم وآتيناه لإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يائه الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين من الفاتحة لذي worse اشتركوا في القناة